الدكتور رياضي الصيدوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جينيف أهلا وسهلا بكم دكتور الصيدوي ضيفا على موجات إذاعة صوت روسيا من موسكو مرحبا بك وبكل مستمعي صوت روسيا من موسكو أهلا بكم يا سيدي دكتور الصيدوي موضوع حوارنا لهذا اليوم تداعيات وذلالات استقالة الإعلام والمحلل السياسي عبدالباري عطوان من منصب رئاسة تحرير صحيفة القدس العربي ما انتشر الخبر حتى شهادة وسائل الإعلام تكاهنات ومحاولات لتحليل هذه الخطوة المفاجئة من قبل السيد عبدالباري عطوان من بين هذه التشخيصات والقراءات حديث عن محاولة بلد عربي وحكومة عربية السيطرة على هذه الصحيفة التي تتمتع بالانتشار وشعبية واسعة وتغيير خطها ونهجها التحرير دكتور رياض الصيدوي في أي سياق تقرؤون وتحللون هذه الاستقالة المفاجئة للسيد عبدالباري عطوان أي فعلا استقالة مفاجئة أنا والشيء عارف شخصيا السيد عبدالباري عطوان أنه قلت له كم تطبع يوميا القدس العربي قليل 65 ألف نسخة قلت له تعرف أنه كل ما تطبع أكثر وتبيع أكثر كل ما تخسر أكثر ضحك لأنه قلت له أنا أيضا آت من الإعلام وأعرف الوسط الإعلامي هذه الصحافة العربية الصادرة في لندن الحياة أو العربة والقدس العربي والشرق الأوسط كل ما تبيع أكثر كل ما تخسر أكثر للوهلة الأولى شيء مفاجئة لماذا؟ لأنه أعطيك لو سبيل المثال هذه الصحافة العربية في لندن تباع مثلا في تونس بدولار العدد عقل حتى 8 دولار الشركة التوزيع التونسية تاخد 50% إذن نصف دولار الشحن يتكلف أكثر من نصف دولار باعتباره لكيلو بين 6 و 7 دولارات شحن جوي إذن كل ما تبيع صحيف أكثر كل ما تخسر أكثر طبعا لا يوجد إشهار في هذه الصحف ولا حد يشهر فيها وإنما هي تعتمد على ماذا؟ على دعم جيهات دعم جيهات بمعنى دعم دول عربية في بعضها هي مشاكل غير مباشر عن طريق رجال أعمال حتى نضع القارة في الصورة ما معنى صحيفة عربية تصدر في لندن بالنسبة للصديق عدباري عطوان طبعا فاجأ الجميع لأنه أولا الصحيفة ملكه القدس العربي هي ملك شركة يمتلك عدباري عطوان أسس الزلفة صحيح في بدايتها الأولى الفلسطينيين وكان لها دعم ياسر عرفات حتى نعرف من يدعمه من خلال خط التحرير واضح أنه ليست السعودية التي تدعمها رغم أنه لو علاقة جيدة بالأمير طلال بن عبد العزيز باعتباره كثير من مرات يعمل له حوارات ويضعها في الصفحة الأولى الواضح أنه خطها قريبا من قطر باعتبار أنها تتحدث دائما بإيجابية عن قطر لكن في نفس الوقت واحقاقها للحق ما يميز القدس العربي أنه ممكن أن تنشر مقالين متنقضين في نفس الوقت ممكن أن تنشر مثلا مقال ضد سوريا وضد الرئيس بشار الأسد حاد وفي نفس الوقت تترك رشاد أبو شاور في مقالات الراي يدافع عن نظام عبد العطوان الذكي في ذلك وأنه يحتمل الخلاف يحتمل المقالات التي لا يوافق عنها شخصيا والتي لا تذهب في إطار خط التحرير هذه التجربة طبعا كانت في حق الألغام لأنه دائما السؤال المطروح من يمول هذه الصحف الحياة يمولها الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز وعنده ثلوة ضخمة جدا يعني تفلس إلى آخر هو دائما عنده مصدر عبد العطوان عانى كثيرا من الشح يبدو أقول يبدو هيا فرضية عمل أن تغيير أمير قطر غير من استراتيجية قطرية في دعم حركات الأخوة المسلمين ووسائل الإعلام قد يكون ذلك أثر بشكل مباشر على عبد العطوان بأنهم لم يعودوا يستطيعوا أن يتحملوا خطة التحرير ولكن بما أنه علاقة طيبة جدا معه وسبق أن دعمه وذلك بين قوصين لأنه ليس لدينا أدلة علاقة العينية لكن خطة التحرير في هذا الاتجاه فأيذن يبدو أنهم يريدون أن يأخذوا الصحيفة بدون عبد العطوان باعتبار أنهم يدعموها فليكون الدعم كاملا طبعا بعض الفرضيات الأخرى يقولون إماراتيين ولو أن ذلك مستبع لما أنه صديق عبد العطوان قال لي أن علاقاته جيدة وطيبة مع الإماراتيين في هذا الاتجاه ثم أيضا طروحة أخرى وقول فرضيات عمل أن التنظيم الدولي للأخوة المسلمين الذي حس بضربة كبيرة في مصر يسعى إلى شراء بعض وسائل إعلامية وهو عنده قناة الحوار التي يتبثوا من لندن التي يديرها الأخ والصديق عزامة ميمي أيضا يحاول أن يأخذوا صحيفة القدس العربي أقول ذلك كفرضيات عمل نعم طيب دكتور إذا سلمنا فيما يعتبر الكثير من المراقبين بأن الإمبراطورية العالمية لقطر ممثلة بقناة الجزيرة تراجعت في العامين الأخيرين بشكل حاج جدا بسبب تغطيتها لأحداث ما يسمى بالربيع العربي هل يمكن أن يأتي شراء صحيفة القدس العربي في سياق التعويض عن هذه الخسارة التي تعرضت لها الإمبراطورية الإعلامية القطرية؟ ممكن جدا بل أو دعمك أكثر من ذلك أن قطر بدأ تغير استراتيجات العالمية باعتبار انهيار عدد مشاهدي قناة الجزيرة من 43 مليون إلى 6 مليون مشاهد يومين يعني انهيار فضيع جدا لكل من فقطه القناة من مليارات أصبحت فاقدة المصدقية وانهار عدد مشاهدي هذا ما يقوله مع صبر آراء أمريكي طلبت منه قطر أصلا أن يقوم بهذه الدراسة فقال لها أن عدد مشاهدي الجزيرة انهار 43 مليون إلى 6 مليون مشاهد يومين ما فعلته قطر هو أنه أبدا تعتمد على قنوات صغيرة مثل الساتيليت كويت بات صغيرة تتبع الجزيرة في نفس الخط التحريري يبدو أنه في تونس مولوا بعض القنوات التلفزيونية أقول يبدو في مصر نفس الشيء عندهم أيضا بعض القنوات القريبة لهم مثل قناة الحوار من لندنية إلى آخره هنا وهناك أيضا حاولوا أن استعادة من قدس العربي لن نذكر أن القيادة القطرية منذ حوالي 8-9 سنوات فكرت في إنشاء صحيفة في لندن مثل القدس العربي لكن تركت القدس باعتبار لا تريد أن تنافسها باعتبار أنه يبدو أن علاقاتها أيضا كانت جيدة جدا بعد باري عطوان اليوم يريدون أن يأخذوا بزمام الأمور ربما أيضا أن شخصية عدباري عطوان أصبحت في بعض الأحيان مؤرقة لقطر وأقول لكم متاه كان عدباري عطوان يوميا تقريبا في قناة الجزيرة هو نجمها الأول فجأة لم يعد عدباري عطوان نراه في قناة الجزيرة وإنما في بعض القنوات الصغيرة الموالية لقطر مثل قناة الحوار اللندنية السؤال لماذا؟ لأن أمير قطر ذهب إلى السعودية في الرياض والتقى بالراحة السلطان من عبد العزيز وحدث المصالحة الكبرى بين قطر والسعودية فقامت قطر بسحب حتى أرشيف الجزيرة الذي يهاجم السعودية حتى الأرشيف الذي يهاجم السعودية سابق لأنه كانت حملة شريسة بين الجزيرة والسعودية تم تحب كل شيء نفس الشيء انعكس ذلك عدباري عطوان الذي منع بشكل أو بآخر من الظهور والبروز في الجزيرة كما كان في الماضي يعني بمتعبير آخر محاولة لتغيير الخط التحريري لبعض وسائل الإعلام لحد من الهجوم على السعودية والذي كانت قناة الجزيرة تكفلت به لعدة سنوات هو أكثر من ذلك في الواقع لأن الحرب الباردة بين قطر والسعودية ما زالت مستمرة لكن عبر الكواكبات ليس عبر العربية والجزيرة عبر القنوات الأخرى التابعة لكل منها لأنه ثم ما نسمي عنها كواكبات أو تلفزيونات صغيرة ما زالت في حال الصراع السعودي القطر لأنه صراع هيكل حقيقي في المنطقة وتنافس دولي الشرس في المنطقة لكن ليس بشكل مباشر وليس علني على مستوى الجزيرة والعربي أيضا كما قلت لك عدباري عطوان كان يسمح لنفسه دائما بأن يأخذ مساحة حرية قد تضايق حتى من يموله قد تضايق مثلا القيادة القطرية مثلا موقفه من ليبيا وموقفه من سوريا ليس بمطابق بالموقف قطر التي تورطت كلية في المازق الليبي كما تورطت في المازق السوري واليوم العلامة القطرية تحرق في ليبيا وفي تونس وفي مصر وغير عدباري عطوان أخذ موقف دائما يستطيع أن يناور فيه ولا يتورط حتى يصبح بوق ناطق رسمي باسم قطر حتى ولو كانت تدعمه في صحيفته دكتور رياض بعد تغير الحكم أو تسليم الحكم في قطر شهدنا تغيرات تتعلق بإقالة رئيس الوزراء ووزير الخارجية تشكيل حكومة جديدة طرد القرضة ومن قطر إغلاق مقر حركة طالبان في الدوحة هناك تغيرات تجري اتباعا برأيكم هذه الخطوة لو سلمنا بأنها أيضا تأتي في نطاق النظرة القطرية لدور وسائل الإعلام ومحاولة إعادة صياغة النهج التحريري والخطاب السياسي العام هل تأتي أيضا ضمن هذا السياق العام في تغيير قطر لنهجها في المنطقة سواء من خلال وثاء الإعلام أو من خلال الميدان بالنسبة للشأن القطري لابد أن نركز على مسلتين ثم ثوابت في قطر وثم متغيرات الثوابت مثلا قطر في أكبر قواعد عسكرية أمريكية في العالم تقريب إنها قاعدة العديد الجوية وقاعدة سيلية البرية ومنها انطلقت صواريخ لضرب بغداد ولغزو العراق ولضرب ليبيا وترابلس وضرب سوريا وغير إذن السياسة القطرية هي تحت محمية أمريكية بشكل مطلقي يعني لا سبيل لأن تعارض سياسة قطر سياسة أمريكا أو تتناقض معها بل الملاحظون يقولون أن أقرب دولة عربية على الإطلاق لواشنطن وتتبق جدانتها بكل حذافيرة هي قطر باعتبار أن استضافت أكبر قواعد عسكرية أمريكية أيضا الثابت الثاني أن النظام السياسي القطري كما قلنا دائما نصنفه في العلوم السياسية كدكتاتورية استبدادية مطلقة ومنغلقة على نفسه بمعنى أن قطر لا يوجد فيها أي مظهر من مظاهر الحداثة الديمقراطية لا تعدد حزبية ولا حوريات سياسية ولا انتخابات ولا ديمقراطية ولا هم يحزنون قطر قامت بسجن الشعر القطري محمد بالذيب العجمي بالسجن المؤبد لمجرد أنه ألف قصيدة كلنا تونس قصيدة يمدح فيها في الثورة التونسية ويندد بالديكتاتورية والاستبداد في قطر ويدع الشعب القطري للثورة مثل الشعب التونسي فكان نصيبه السجن المؤبد قمنا من تونس والمغرب العربي بحملة دولية لصالحه فتحت الضغط أيضا حقوق الإنسان في أوروبا تحت الضغط نزل الحكم من السجن المؤبد إلى 15 سجن إذن الشعب المحمد بالذيب العجمي في قطر يعاني 15 سنة السجن لأنه كتب قصيدة اسمها كلنا تونس ما أريد أن أقوله هو هذا التناقض الجوهري في قطر أنها داخلية ديكتاتورية استبدادية مطلقة لا تسمح بأي شكل من أشكال الانتقاد للأمير أو التنفيذ السياسي أو الديمقراطية أو سندق الانتخابات كل هذا ممنوع وفي نفس الوقت وظفت جيش من الصحفين العرب ووظفت جيش من السياسين العرب والمحادلين وأنفقت موالا طائلة الجزيرة واخواتها يعني ميزانياتها ميزانية دول عربية فقيرة في بعض الحياة من أجل التدخل في شؤون الدول الأخرى من أجل التلاعب السياسي في شؤون الدول الأخرى لكن كل ذلك طبعا لحساب واشنطن بمعنى لحساب قاعدة العديد وقاعدة السيلية في المنطقة حتى على المستوى الديني لعبة نص الدور أسست تنظيما عالميا اسمه أتحاد العالمي لعلماء المسلمين سنة 2004 ووضعت يصف القرضاوي على رأسه لمواجهة السعودية التي سبق وأن أسست الرابطة الإسلامية العالمية سنة 1962 وحدثت حرب فقهية وحرب شيوخ بينهما بين الجزيرة والعربية بين اتحاد العالمي لعلماء المسلمين من جهة والرابطة الإسلامية العالمية وشيوخهم أيضا يشتمون ويصبون في بعضهم بعضا في طار مصالح هذه الدول الدكتور رياضة الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة كنت معنا من جينيف